بنحيي ذكرى ميلاد واحد من أهم شعراء الأغنية وليقدر أن يقدم الأغنية بألوانها المختلفة العاطفية الوطنية الشعبية وكمان الأغاني الدينية وصلت أعماله لأكتر من ألف أغنية وقصيدة وهو الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز أنا محب ده كان كلامه أنا محب أنا بحب كل حاجة بحب كل شيء بحب كل الناس الشاعر لازم يكون جواه طفل صغير وهنا يقصد طبعا بمشاعر الأطفال عشان يقدر يحس بالكلام اللي هو بيقوله الحقيقة كان ليه تعليق مهم جدا وهو بيسأل عن المغني أو المطرب شايف أهم حاجة ممكن تكون متوفرة أو موجودة عند المغني هي أيه فقال أنه يكون عنده عفية عفيته أو زي ما احنا بنقول دلوقتي أنه يعفى المقام يعرف يجيب المقام صح يقدر يدي المقام العالي والمقام المنخفض ويقدر يمزج ما بين المقامات بدون أنه ما يعمل خلل في السلم الموسيقي وده الحقيقة كان بيكتب أو كان بيقول تصريحات تدرس وشفنا طبعا اشتغل مع كل المطربين وكل العمالقة في زمن وفي هذا التوقيت وكانت علاقته كويسة جدا كمان بالشيخ محمد رفعت وشفنا انتاجه فيه التقرير يعني حاجة عايشة وهتفضل عايشة كمان لسنين كتير قدام فلشفى